اكد صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر على اهمية التوسع في تطويع التكنولوجيا في خدمة المعاملات المصرفية دعما وتعزيزا لهذا القطاع الحيوي مشيرا سموه الى دعم الشركات البحرينية ومبادراتها التي تسهم في تبني رؤى جديدة تدعم القطاع المالي والمصرفي وتساهل انشطته وتعاملاته هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر الاقضابية سعدة السيد رشيد محمد المعراج محافظة مصرف البحرين المركزي الذي قدم لها عضاء مجلس إدارة مؤسسي شركة ايزي بي يتقدمهم السيد جمال علي الهزيم مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة وقد شهد سموه بجهود المبدعين والمبتكرين من شباب البحرين في مختلف المجالات ومنها القطاع المالي والمصرفي وقد هنأ سموه إدارة الشركة على إطلاق هذا المشروع المبتكر مبتني متمنيا لهم التوفيق والنجاح وضاف سموه أن البحرين قد استطاعت أن تصبح مركزا ماليا ومصرفيا متقدما إقليميا وعالميا بفضل ما تحظى به من مناخ اقتصادي منفتح وامرن وبنية تحتية عصرية متطورة فضلا عن امتلاكها لكوادر بشرية مؤهلة وفق أحدث النظم العالمية في هذا المجال وأثناء سموه على دور القطاع الخاص في هذا الجانب من جانبه توجه السيد جمال الهزيم باسمه ونيابة عن جميع أعضاء مجلس إدارة شركة إيزي بي بخلص الشكر والتقدير إلى صاحب السموه الملكي رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام ومساندة للشركات الوطنية والمستثمرين في مختلف القطاعات مشيدا بتوجيهات سموه السديدة ودعمه المتواصل لكل جهد يهدف إلى تطوير القطاع المالي والمصرفي الذي يعد أهم محركات عجلة النمو الاقتصادي في المملكة وأشار إلى أن ما يشهده القطاع المالي والمصرفي في البحرين من تطور مستمر يرجع الفضل فيه إلى الرؤى الحكيمة لسموه رئيس الوزراء الذي يهتم بكل القطاعات التي تسهم في تنويع مصادر الدخل وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين من ناحيتها شدى سيد نايف توفيق العلوي مبتكر مشروع إيزي بدعم سموه رئيس الوزراء للقطاع الخاص والقطاع المالي والمصرفي وتشجيع الأفكار والرؤى التي تسهم في تطويره مشيرا إلى أن شركة إيزي بي قد ابتكرت شبكة مالية للدفع باستخدام البصمات الحية كبصمة اليد والعين بدلا من استخدام البطاقات البلاستيكية وهي تعد من أوائل الشركات في العالم التي تستخدم مثل هذه التقنية موسيقى